اللي مرت بيه في حياتها مش قليل واللي شفيته وعشيته خليها عرف الطعم العوض بحقه حقيقي بداية من علاقتها بأبوها من صغرها ولحد علاقتها العطفية واللي وصلتها انها غير مرغوب فيها لحد ما جالها اللي بيهم كلهم وبقى بالنسبة لها الأب والأخ والصديق والحبيب نير كمال خلاصة خطبت ليوسف جو وبعد ما كانت بتخبي عن الناس وبتداري على شمعتها قررت تعليم خطبتها وتفرح جمهورها معاها يا ترى كانت مخبية ليت وللفترة اللي فاتتتي لقطات حصرية من خطوبة نير كمال وازاي رغم كل اللي مرت بيه فرحتها ما كانتش سيعاها كده تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده بسبب اللي شفيته في حياتها طبيعي يكون رد فعلها وفرحتها كده واكتر كمان نير كمال لقيت الطبطب بجد والعوض بعد اللي شفيته من عبدالله التوركي وشاب ده غير الهجوم والانتقادات اللي كانوا قادرين يهدوا أي بني آدم ولكن هي لقت لوقف دارها ودعمها وكان سند ليها رغم انها كانت مخبية عن الناس لفترة مش قليلة الحقيقة لكن الجمهور كان عارف ان نيرا من نصيب يوسف جو والكل كان فرحان لهم جدا نيرا قالت قبل كده انا دايما كنت بحس اني غير مرغوب فيها وان طالما ابونا سامنة يبقى انا ما استحقش اتحب ولا كمان استحق احب نفسي وده سبب من الاسباب اللي خلتني اروح لدكتور نفساني بس قبل ما يوسف يكون حبيبي كان صحبي واخويا وجنبي وبيشجعني بيحاول يرجعني نيرا اللي كنت عرفها يوسف خلاني حب نفسي قبل ما احبه انا بحبك وجود جو نسها كل الامار تبيه وقدر يرجعها نيرا بتاعت زمان يوسف خلنا نيرا تتولد من جديد باللي عمله علشانها نيرا لقيت سبب للحياة علشانه تعيش وقالت انا عايزة غيره مليش دارت علشان معيتها الفترة الاخيرة وبقت تظهر بس اللي عايزة تظهره وبقت تبين ايديه وهو بيلبسها تاك وبتودع حياة السنجل وللجمهور حاسب ولقاه مفيش مفاجأة عملها يوسف لنيرا اللي لو كانت لازم تعيط مش مصدقة زي ممكن حد يحب حد كده وبعد اللي شفته ده واللي تقال عليها حبت بعد ستين طويلة وزي ما عبدالله سبها وخطب هايدي واشهاب سبها علشان بنت أجمل منها نيرا قررت تشوف نفسها وحياتها من جديد بقت تظهر معا بطريقة غير مباشرة وده علشان تصير فضول المتابعين بس عالمين آفة شوها والكل عارف ان يوسف وعيونها كانت فتحها الفترة الأخيرة كان بين من تصرفاتها انها دخلها في علاقة حب جديدة والجمهور يتأكد من اللي كان شكيك فيه وطلع يوسف فعلا هو الراجل الغامض بسلامته اللي كان متخفي في الأول الكل كان فاكر انه ترينده بتغيز شهاب علشان خلعها منها وحب بنت تانية وبعد يتصور معاها ويعمل لها مفاجآت وأعياد ميلاد وفسحه كتير لكن ما طلعش تريند ولا بتغيز حد ولا اي حاجة نيرا خلصت خطة بتستعادة اللي فتر ليوسف جول ونشرت فيديو الكواليس الخطوبة والتحضيرات ليها بداية من لما كانت بتشتري الفستان وقبل كده نشرت فيديو بتتعلم الرأس علشان اليوم المستدية ده نيرا طلت بالأبيض في قرية فتحتها كانت مبسوطة وفرحنة جدا وفرحة الجمهور ما تقلش عن فرحتها لانهم شافوا عباد ربنا فحدهم ما عارفين كل تفاصيل حياته واللي مر بيه ومن المرات القليلة اللي تطلع نيرا للجمهور مش بتعيد لا من فرحتها ولا من حزنها وضحكتها كانت من القلب فعلا نيرا واختها بيري محبوبين جدا من المتابعين وكل الناس بتفرح لهم لما يحققوا حاجة او ربنا يعوضهم فياطرى يوسف هيكون فعلا العوض لنيرا وهيقدرها ويصنها زي ما الكل المتوسن في خير ولا ايه شاركوني براهيكم في التعليقات